لا تزال علاقة رئيس الحكومة حيدر العبادي بنظرائه الأكراد وتعامله مع الأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل محط اهتمام كبريات الصحف العالمية فصحيفة واشنطن تايمز صلتت الضوء على ما قالت إنه انتهاك للقانون وإساءة للأكراد من قبل رئيس الحكومة تقول الصحيفة الأمريكية إن السنوات الأخيرة شهدت انتهاكا متكررا لبنود دستور الذي عادة ما تحتكم إليه الكتل السياسية في الصراعات بينها وهو ما شجع الأكراد على المطالبة بالانفصال وإجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من أيلول الماضي لكن الإرادة الدولية كانت مغايرة للطموح الكردي الدول ذاتها التي وقفت في وجه الحلم الكردي بالأمس تدعو العباد اليوم إلى احترام حقوق الأكراد وطموحاتهم منها تصريح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي أعلن فيه أن بلاده سوف تقف إلى جانب الأكراد في جهودهم الرامية إلى تنفيذ فقرات الدستور واشنطن تايمز اتهمت العباد أيضا بالفشل في التعامل بمساواة مع مواطنيه لا سيما الأكراد فبحسب الدستور نفسه فإن من حق الأكراد الحصول على حصة عادلة من إيرادات العراق وأن الحكومات في بغداد ملتزمة بتمويل قوات البيشمرقة التزام يبدو أن العباد تخلى عنه عندما أعلن النصر على تنظيم الدولة في العراق فهو لم يذكر أي دور لقوات البيشمرقة الكردية الأمر الذي اعتبره الأكراد إهانة وتهميشا لأسر الآلاف من القتلى والمصابين في الحرب وفي ظل هذه التداعيات تتصاعد الضغوط الدولية المضالبة ببدء حوار عاجل وهادف مع سلطات كردستان العراق وبخلاف ذلك فإن استمرار رفض العبادي استماعه للأصوات القادمة من كردستان قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إحياء دعوات الانفصال التي ستكون مبررة حينها